دلوقتي جي معنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة واللي تخص الجلسات النقاشية للمحور السياسي في الحوار الوطني وكمان افتتاح سوق السمك الحضاري الجديد بالمونيب في محافظة الجيزة كمان النهاردة هيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر في القاهرة الجديدة وفي مباريات مهمة في الدوري المصري والدوري الإنجليزي خلونا نشوف التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالحوار الوطني هيواصل جلساته النقاشية بحضور كسيف ومشاركة متنوعة من مختلف الطيرات والفئات والخبراء وهينائش المحور السياسي قانون المجالس الشعبية المحلية المدرج على لجنة المحليات وكمان جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية وبتضم لجنة الأحزاب السياسية في موضوعاتها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعاوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب كمان تضمنت موضوعات لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية النهاردة هيتم افتتاح سوق السمك الحضاري الجديد بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة وده في إطار خطة المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية السوق الجديد بيعد أحد أهم المشروعات التنموية اللي بتنفذها المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية جي آي زي للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية اللي بتعوق الحركة المرورية وبيضم 143 باكية بيعية ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتيريا لخدمة المترددين عليه النهاردة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أعلن أنه هيتم تسليم أربع مرات تضم 96 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مبارتين في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة هيلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود الساعة 7 المغرب الساعة 9 ونص بالليل هيلتقي غزل المحلة مع بيرامدس النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 37 من عمر المسابقة هيلتقي ويستهام مع ليتزي يونيتد الساعة 3 ونص والساعة 4 هتكون مباراة برايتون مع ساوث هامتون والساعة 6 منشستر سيتي مع تشيلسي